السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل والتقنية. ان شاء الله النهاردة هقولكم ازاي تغير شكل الخط في هواتف سامسوني وبدون برامج. لكن قبل ما يبدأ الشرح بتنساش تضغط على اشتراك من كلمة الاشتراك الموجودة اسفل الفيديو. وتفعل الجرس على كلمة الكل. علشان اولا ما اعمل اي فيديو جديد يوصل لكم مش عاربي. طيب دلوقتي بقى هقولكم ازاي تغير شكل الخط في اي هاتف من هواتف سامسوني. كل انت هتعمله هتبدأ تضغط على الضبط. ومن الضبط هتيجي على الشاشة. ومن الشاشة هنيجي على حجم الخط ونمطه. وهبدأ اضغط عليه بالشكل ده. بعد كده واللي ايهوة بسلوب الخط. هبدأ اضغط على اسلوب الخط. بعد كده هلاحز ان هو مختارهولي افتراضي. طيب علشان اغير شكل الخط او انزل خطوط جديدة على الموبايل. وطبعا لذا ما تكون متصل بالانترنت. كل اللي انت هتعمله. هتبدأ تضغط على تنزيل خطوط. تمام? هبدأ اضغط على تنزيل خطوط بالشكل ده. بعد كده هتلاقي ايهوة مجموعة كبيرة من الخطوط. بتشوف الخط اللي انت عايزه وبتبدأ تختاره. وجاتيب لفوق هنا هو ان في ايه? خطوط مجانية كتير. على سبيل المثال هبدأ اختار تاني تاني نوع. تمام? او تاني خط. وهبدأ اضغط على علامة ده واللود بالشكل ده او علامة السهم اللي هي قصاد الخط بالشكل ده هبدأ اضغط عليها. واللي ان هو تجاري التنزيل او جاري التسبيت. واللي ان هو تم التسبيت. وطبعا لو انت عايز تنزل اي خطوط تانية بتبدأ برضك ايه? تضغط على علامة السهم اللي هي قصاد الخط اللي انت اختارت. بس اما حاجة يكون مكتوب قصادها مجاني. تمام? بعد كده هبدأ اعمل رجوع خطوة للوراء بالشكل ده. الاحز ان الخط هنا هوت اللي انا نزلته على الموبايل هيبقى اسمه جاز هادئ. تمام? هبدأ كده اعلم على علامة الدايرة اللي موجودة قصاد جاز هادئ بالشكل ده. بعد كده هلاحز ان هو اين هو تغير لشكل الخط الخاص بالهاتف. بعد كده ممكن تتكبر حجم الخط بان انت بتسحب النقطة اللي هي في نص الشاشة بالشكل ده كده. تمام? وتبدأ تشوف الحجم المناسب للخط على الهاتف الخاص به. بعد كده بعد ما بتختار الحجم المناسب بتبدأ تعمل رجوع وهو كده ايه? بتحفز سلقائي. تمام? هلاحز كده هوت ان شكل الخط تغير على هاتف سامسونج. تمام? وطبعا الخط ده هو تشكله افضل احسن من الخط اللي بيجي مع الجهاز. تمام? او الخط الافتراضي الخاص بالجهاز. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازل عجبك الفيديو ادرأة لايك. وما تنسوش الاشتراك في القناة. سنشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته